منحة أكلها علينا منحة اللي هي مليون دينار أول نوة كانت مليون ونصبع وعلينا صارت مليون وعلينا صارت الآن اختفت سبحان الله لأنه الشمس حارة فبدأت تموع الإنسان أولا ومنجزه يليه ومن ثم تأتي البنى التحتية على هذه العوامل يتركز عمل وزارة الثقافة وجميعها بلهوية نرى الآن العراق حقيقة يعني بناها التحتية الثقافية مهدمة بالكامل حتى الصرح الباقي اللي هو المتنبي أصبح رواده وحقيقة يشعرون بالخجل ويشعرون بالانكسار نتيجة عدم الدعم لهذا القطاع وزارة الثقافة في وادي والمثقفين والشعراء والفنانين في وادي آخر اليوم الدولة حتى تبني حضارتها أو حتى تبني نفسها عليها أن تهتم بجانب الثقافة أصلا بغداد كل وقعة فيها ترتبط تأريخيا بحالة ثقافية معينة جميعها محملة تجد آثارنا كلها محل سرقة محل إطلاف تمام لو لا حضرتك تشوف المسائل السياحية نايمة هادئة وين كانت هذه جزيرة أم الخنازير اللي بصفنا منها يم الجادرية فالشيء عجيب هاي كلها أموال أملاك تابعة المسارح تابعة الثقافة العراق بلد الفن والفنون بلد الكتابة ويعني نأسف أنه هذا البلد اللي يعلم كل شعوب العالم على الثقافة وعلى الفن من هو زرياب؟ انجليزي هو زرياب؟ طبعا أصلاح عراقي زين فالقيثار القطاع السياحي والآثاري مرتبط أيضا بوزارة الثقافة هو الآخر معدوم ما النشاطات المسرحية النشاطات الفنية النشاطات الثقافية العامة تجلب العالم يعني معقولة بربك من سوي لبغداد كل سنة يوم واحد نحتفل به هاي بغداد اللي من ولدته إلى اليوم ما حتى بجازل يعني التراث البغدادي ما داخل في المسابقة أنا ما أعلم قصة القصة مع احترامي هو النقد تدخل والتراث البغدادي المهم الكبير العظيم اللي يمثل التاريخ اللي يمثل بغداد من ذاك اليوم إلى اليوم بأمرها بخلفائها بالوصوصها بملوكها بفنان نعم شقواتها كل شيء قيانها رجالها نسائها شو محروم من المشاركة نعم لدينا السياحة السياحة الدينية أنت تعرف سيدي الكريم بيروت على من تعتمد بيروت تعتمد على السياحة فقط السياحة ومن ضمنها السياحة الدينية مصر تعتمد على الأهرامات إذن نحن رغم ما موجود لدينا من نفط ونهرين عظيمين دجلو الفرات لدينا الآن مراقب دينية كبيرة في كربلاء في النجف في بغدان لماذا لماذا لا نستغل هذه السياحة بدرجة جيدة ونأتي بالزوار على مستوى شخصية ثقافية وفنية مؤثرة لم تلقى رعاية كافية من الجهة المسؤولة عنهما قلت عندنا وزارة وزارة الثقافة ولكن ليس بالثقافة ما لها علاقة الوزير ناطق باسم الحكومة هذا صحيح خد نشوف وزارة الثقافة العرب ما غيروا نقول الأجانب أو نقول الغارب شوف يسعون إلى أنجاح الفنان شنو المشروع اللي فتحوه شنو 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 وخلوا أنظار العالم تتجهين جبنا 17 ألف قطعة أثرية حفعوا وجابوها على أساس ما هي موجودة أخذوا 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 قيمتها الفساد المالي والإداري السبب الرئيس أيضا في ترد الواقع الثقافية الفساد المالي والإداري كمير لأن تدعش حضرتك يريد تركوها لما يسمى بالاستثمار بصراحة غير وتعرف الاستثمار شكل الاستثمار يعني مال تنطي بلاش الشي المسرح وتنطي بلاش الشي الأرض وتنطي مجانا شوف لأله حضرتك عمدة وإلا تفظيفها بكل زين إيجار الجرها ليش استثمار أملاك أمانة بغداد مو أجرة مو كانت أمانة بغداد قبل السقوط والأوقاف هي معايشة دولة تصرف على الماء على الدواء والغذاء الباقي كل من من يصرفها اللي هو أموال الأوقاف وأموال أمانة بغداد الآن الموازنة تصرف مليارات على أمانة بغداد والموازنة تصرف مليارات المن للأوقاف الأوقاف السمية أو الأوقاف الشي عهدين ومشو بلالا حضرتك فلما لا نلجأ إلى الإيجار يعني هاي الساحة بحيرة بصفنا الجزيرة جزيرة القاورية جزيرة ثم الخنازي اللي بين الجاديرية على أساس دار أوبرا الملك فيصل ثان رحمة الله ديس على أفضل معمار بأمريكا كل هالمراكز لكن أقشى أن يعطوها مجانا بما يسمى بالاستثمار هذه وزارة الثقافة لا تشمل فقط السينما والمسرع تشمل الآثار السياح الدينية السينما المسرع المؤتمرات الدولية ليس فقط كلمة ثقافة هذه هي أيصان ما يدور في العراق إلى الخارج كان لدينا مسرح متمكن فيه عمالقة ليس الآن مسرح هز ورقص وطبل وكلام غير جميل كان لدينا فنانين لديهم الخبرة لديهم القابلية باحتواء الطاقة الشبابية من بغداد مصطفى لطيف قناة دجل الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مصطفى لطيف